أنهت البرصة المصرية تعاملت جلسة اليوم بداية جلسة الإسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط أحجام تداول منخفضة وربح رأس المال السوقي مليارين وخمسة عشر مليون جنيه يغلق عند مستوى سبعمائة واثنين وخمسين مليار واربعة وستين مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إي جي إكثيرت اليوم بنسبة أربعة واربعين من المائة في المائة وأغلق عند أحد عشر ألف وستمائة وتسع وثمانين نقطة أيضا ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس سيفنتي بنسبة واحد وخمسين من المائة في المائة وأغلق عند ألفين ومائة وأربع وسبعين نقطة امتدت أيضا الارتفاعات لإي جي إكس هندرد الأوصانة تقل وارتفع بنسبة واحد وستين من المائة في المائة وأغلق عند ثلاثة ألف ومائتين واثنتين عشرة نقطة